الدولة سهمت بشكل مختلف كمان في أزمة الغلاء أن كان بيتم توفير سلعة مدعمة سواء بقى في العربات المتنقلة سواء المنافذ المختلفة الخاصة بالدولة سواء بالمبادرات المختلفة اللي كانت بتقوم بيها وزارة الزراعة وغيرها حتى في عز الغلاء كان فيه أسعار أقل بحيث أنها يحصل ضبط أوتوماتيك كده للسوق الحقيقة يعني فيه وزارات الداخلية فيه جهاز الخدمة الوطنية كانوا بيقدموا الحقيقة لحوم فراخ أسماك بأسعار معقولة لكن كمان الحقيقة ده كان بيقوم بدور مهمة وامبادرت كلنا واحد وامبادرت أهلا رمضان وامبادرت أول السنة الدراسية الحقيقة الداخلية التموين غيره بيقدموا مبادرات مهمة جدا في الموضوع ده بالتأكيد بتفيد بالتوازن وده اللي أنا بدأت به قلت الرئيسة ما قال إنه ممكن نوفر آليات إحنا مش هننافس للقطاع الخاص ولكن إحنا دينا فرصة للقطاع الخاص وبنقول له اشتغل براحتك وبنقول له حقق أرباح ووفر فرص عمله كل شيء وبالمناسبة القطاع الخاص في كل حتة في العين عالي بس إحنا ما بنسافر برا الحقيقة بلاي الموضوع ده مزبوط بشكل متوازن المجتمع مع الدولة مع الحكومة مع كل الأطراف مع حسم في التطبيق ليه أحيانا بتثبت الأسعار فيه أزمة عالمية محدش يقدر نقطة مهمة حركة قلتها فكرة الحسم في تطبيق القانون ومواجهة أي جشع بين التجار وترك وملصق والاحتكار أو غيره لازم بقى فيه ضبط للأسعار